مشاكل الشباب اللي عم بتصير هاي الايام مشاكل الشباب بلبنان يعني مشاكل لبنانيين ولا مشاكل شو مشاكل الشباب بغض النظر عن جنسيته مشاكل الشباب بلبنان بلبنان الهنة لبنانية ومشاكل الشباب اجوا على لبنان عراقية سورية عرب عرب هيدا التداخل بالمجتمعات ولد مشاكل انا لانه كتير مرتبطة انا هيدا شغلك بمشاكل الشباب بقعد معهم بحكي معهم مثلا يعني انت مرشدة شبه روحية للشباب وهذه مهمة اختيها لعاتك بالكنيسة نعم مهمة انسانية قبل ما فوت على خلط بين المجتمعات كنت عم بحكي مع الشباب العاديين عم بقولوا شو مشكلتك هاي الايام شو في عندك مشكلة تخيلوا تخيل ايه عم بيقلي مشكلتي اكبر لانو في كتير بلاتفورمز مش عم بقدر لحق ولاو يعني بدو يعبر عن حالو بدو يحط فيديو عن حالو بدو يحطو بالانستا و بدو يحطو بالتيك توك و بدو يحطو على الفيسبوك و بدو يحطو و بدو يلحقو تيشوف اديه عندو نسبة متابعة شو ها المشكلة كبيرة بس انو هو مشكلة بس هاي هاي لشاب يقوله لشاب يقوله ندوله معناها انو هالقد بيعاني يعني في خطر كمان كبير علي حرام اكتاري بقوله هيك اه في نسبة انو انا اليوم قاعد شو عملت قاعد عالسوشيال ميديا شو انجزتي اليوم انا والتليفون هيدا الانجاز الحمدو بحس برك هو اللي اكتر بيعانوا مننا الكونتينت كرييترز بتحسيهم بديعو الناس اللي بيطلون يصيروا انفلوانسز بحس هو اللي كمان عم بيعانوا مننا ان كانوا بنات او صبيان ممكن لان بديعو بيصيروا بدي اعمل كونتينت اليوم يوتيوب لا تيك توك ما وايب تقاربتين شو بدي اقول اليوم اتنين قبل بحبوا بعض مش كلتهم مين بقى شاب وشاب ولا شابو شابو بنات شو ايام انا اوائي فروم دم لا بس هما مش هلا بدي خليها لحلقة البعض اوكي يعني قاعدة مع ناس صاروا هيك ترانس ترانس بس انا كتير عادي وانا باللبنان كتير اي بس انا حاكي معهم في عندهم مشاكل مشاكلهم غير مشاكل الشباب والي اوكي هلا اوكي هلا خلينا انا صار عندي مشكلة صار بدل ما اعرف شو مشكلتهم تصر همون انو كيف نتصور كيف ننزل على السوشيال ميديا هاي الكونتنط كيف بدنا بطل الهم انو انا كيف بدي ابني علاقة صح عفكرة عم قطعك بس انا عندي هيدا المشكلة شي للكوبل على جنب انا عندي انو اليوم وين ما بدي روح واذا لابسة ومزبطة حالة مثلا نبارح كنا عندي عرس اذا ما اخدت الصورة الحلوة يلي بدي اياها وبيدي حتى بوست انا ما حكول مبسوطة هاceedفرو اوسه حالا وحقا اتلقمن على الكل وحفيل زالانا شفتي نيدال يعني بالشورتس بالبيت بغض النظر هي مش عم بتفتش إذا هي حلوة وعم بتفتش تتنزل الصورة بدي نزل الصورة هاي المشكلة ندال هاي المشكلة اللي عم بيعانوا مننا الشباب بطلت القصة أنا وين رايحة وكيف رايحة ومع مين رايحة وشو بدي قامل صارت القصة أنا كيف بدي بيين للعالم اوه صح ايه وهاي مشكلة وهني مش عارفين إنه هاي مشكلة عايشين للعالم لا أنا هيدا لشي بديقنا صراحة لأنا مبارح بالعرس أنا وقاعدة صرت رفيق اللي قاعد معي ومصورنا هلأ طب ما إذا أكلت حتروح الحمراء رجعت وطلعت على السيارة زبطت الحمراء ترقتمع شوية لفوق لأن بدي قتصور وبدي الصورة تطلع حلوة بس منيح أنك أنت بتعرفي إنه مشكلة وعم تحكيها وبالصوت العالي وقدامي الكاميرات يعني أنت رافض طريق إنه تروح فيها تروح إن شاء الله فيها تروح بدي قل لك شي بتعرفي لأني دل عم تحكي هلأ لأنه حسة حالة صارت مسؤولي صار عندها مش الأكبر بكتير صح مانا مضطرت حتى صورة قلتي هلأ عم بيشوفوكي مئات الألوف على كل البلاتفورم بمحل كتير مرتب ومحترف صح صح فبلشت تردع حالك وهيدا وهيدا اللي أنا قلته للشباب يعني اللي كانت نصيحتي لإلون إنه كل شي بيبلش بي يعني بخطوة أول شي إنك تدرك إنه فيه شي غلط فيه شي غلط إيه بيقبلوا بيقبلوا إيه عم يقبلوا نعم كيف بيقبلوا مني كان تحكيهم بطريقة كيف نفس هاي طريقة ما يعني أنا أنا بس هي المشكلة إنه ما في حدا عم بيوجه إنه طب أوكي أنا غلط شو أعمل حرام طب شو أعمل طب أوكي أنا غلط مثلا نظولة شو تعمل طب ما هي هي أوكي بدا تتعود مرة وحدة بس تكسر القاعدة تكسر اللي هي متعودة عليه مرة وحدة بس طب أنا إيه ما كسرت طب يمشي الحال ما عندي هاي دي المشكلة العويصة بس بنفقس ما هي هي ما بتصور بس بنفقس خلص بيزعر ما هي هي أنا بدي أعملها وما أنفقس فهاي مشكلة من المشاكل اللي كانت واجه الشباب مشكلة تانية إنه اليوم الحب بطل إله نهاية يعني أنا بحب بس أنا ما بعرف إذا أنا لا حتجوزك ولا لا ما بيتتوّج ما بيتتوّج بالزواج بالزواج لأنه أنا ما بعرف إذا أنا قادر إني أنا أتجوزك أو باقي باللبنان أو رايحة دولة الثالثة لأنه أنا لاجة ناسع لا أنا أنا عم بحكي عن اللبنانية هلا آآ السوري ما بيجي لا يتجوز هون السوري بيجي السورية بس ما بيحب بس ما بيحب البنت السورية ما بيفكر فيها هلا هون هو بلبنان لأنه هو جاي مرحلة وتارك ورايح على أستراليا أو رايح على كندا هو واحد حاله هاي هو واحد حاله هلا بحس هيدا المشكلة ما خاصة بشو هو هو جنسيتو ياس بحس أنه كل العالم عم بتعاني منا لا حياتا حسب كمان المكان لأنه أكيد المكان بيأثر ياس بس أنه مش بس اللبناني أو السوري كمان ممكن تلاقي عراق قاعدة بلبنان عم يفكر بنفس الطريقة صح 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 سبتشمل للكل والمشكلة اللي أكبر من هيدولة اللي هلا لح أصدمكم فيها أنه هيدولة الشباب منيح أنه حاطين براسهم أنه نحنا في عنا نتيجة لحبنا ولعلاقتنا نحنا بدنا نتجوز بس مش عارفين كيف لكن المشكلة الأكبر لما تكون في علاقة وتحكي مع وحدة لحالة يعني شابة لحالة وتقولك مين قالك أنه أنا مساحبة مثلا كرمل بدي أتجوز كرمل شو بطر طي يصرف علي حلو هاي قولي أولاد هيكي بيحكوا أنا اليوم مش لاقي شغل وشغلي ما بيك أو أصلا عندي شغل قد همرة بتحتي هيك كبار ما شغلت لأ 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 يعني أنا اليوم تحيبة تكون يأسة من الحياة ما عرف صاحباتي كثير عندي مثلا اليوم مثلا أنا بيشتغل والمعاش ما عم بيكفيني فبصاحب كرمل يصرف علي أو هو بيكون مساحب كرمل تصرف علي وهلأ مشكلة تانية الشب صاحب البنت كرمل أغراض جنسية لين إحنا منقلهم تعوا على مجتمع كنائسي لأنه ما في هيك يعني الشب والبنت لما بيكونوا بمجتمع معين ديني في إطار أنت بيحميك أنت بتعمل دهراتك معهم كل السوشيال ميديا اللي أنت بدك إيها هني موجودين فيها إجتماعاتك معهم كل شي معهم أنتوا مع بعض بتصير المجتمع نظيف بيبطل في هاي الخطورة اللي أنت ممكن تلاقيها ببرة مجتمعات برة مشان هيك مشان هيك شباب الكنيسة أو بنات الكنيسة بتجوزوا صغار لحتى ما يعملوا غلط لحتى يلحقوا حاله يعني بتلاقي البنت من مثلا أول العشرينات بتتجوز الشاب بيكون أول الثلاثينات بيتجوز بيصيروا بيشوفوا بعض بالكنيسة بيتجوزوا بيكونوا من نفسها نرجعوا للطريقة القديمة شو حلو لأنه لأنه بيتعلموا من هني وصغار شو يعني حرية الحرية مش أني أنا أتصرف متل ما أنا بدي الحرية أني أنا قادر أعمل الغلط بس أنا ما بعمله هاي الحرية هاي الحرية اللي عندي إيها أنا ها ها كوز أنا إي بليف أني قادر أعمل الغلط بس أنا براسة ما بدي أعمل برافو يا نيدال وأنا هيك عايشة هاي هي هلا بس خلينوه كمان إن شاء الله بأنه هون الأهل أبدأ مهمين يعني خيي ومرت خيي حدا رائعين ما بيدخلوا لنيدال ولا بطريقة جينيورو أبدا بيدخلوا بس أنه حرية بتلابدو عنده نسقة باللي ربو هاي أكتر من هيك إنه كمان الحرية بيفهم طارق وغادا إنه بتعلموا فينا خيي تعلم فينا إنه شكت أنا ولاني دا زلني الراكد ورا شوف طلعت قدعة أكتر مني مساء صح كتير حلو إنك تعرفي وضياء وخالدة طبعا العيلك طبعا حلو كتير إنك تعرفي إنه كل شي بحل للك كل شي بها الدنيا حلال للك عملي اللي بدك يا بس هل بتشوفي هيدا الشي بيلبق لك إنك تعمليه طب ليه بيفكروا للوطن العربي إنه نحنا اللبنانيات يعني قبلة بلا كل شي ما بيصدوها لأنه منحكي هيك وأنه منستحي ومش ممكن يصدقوا لأن للأسف في بيرسنتج معين من اللبنانيات شوهوا صورة الكل صح والأعلام الأعلام لعب دور كتير سيء لكن اتعبت كتير بمصر أنا بنت لبنانية أنا بنت لبنانية عايشي بشقة مفروشة الله أكبر يعني شقة مفروشة ولبنانية يبقى روحي يعني أنت ابصر أنت شو ليه هذا من وين إجا من ورا مدرسة مشاغبين تتذكري المسرحية بعد مدرسة مشاغبين وعاد الإمام شو بيقول فيها اللي بيقول فيها أنه أنت تروح على لبنان اتلاقي البنات المقرر نسميه مقرر هو المقررات يعني مقرر الدراسة فكان عم يحكي مع سعيد صالح أو سعيد صالح عم يحكي مع عاد الإمام بيقول له أنت تروح على لبنان تلاقي المقررات إيه مقررات سهلة أنت تقول له يا مقرر تعالى يا مقرر ييجي على طول مقرر منهج الدراسة عندهم المقرر يعني منهج الدراسة عندهم فحطة على بنته حطة على البنات اللبنانية أنت بتقول لبنت لبنانية طعق لا حيات لا بدك تحبي بدك تحبي على إيديك وإجريك تطال الفوتشيني طبعا صارت باسطة لا هيدا حقيقي لأنه يعني مضبوط فيه بكل مجتمع فيه بس البنت اللبنانية مش متل ما بتبين لكم نحن دولة لا تقبل باللجوء ما وقعنا ولا عقد مع أي دولة لبنان دولة تانية بتنقل على دولة الثالثة يعني نحن ببرتو نحن ترانزيت يعني حمد الله يا رب شكرا يعني ما فيني يرزمونا بحدا نشكر الله هيدول الناس شو بيعانوا بيعانوا من كلمة حرية يعني تيجي البنت السورية مثلا خليني أقول سورية لأنه هاي الأكتر نسبة الموجودة طبعا طبعا أكيد ما فيها رقيفي كتير قليل في فلسطينية بس الفلسطينية أقلموا شوي من زمان سلهم معنا من الثمانية واربعين فعرفوا تقريبا نحن كيف منفكر سلهم عنا سبعين سنين فاتت على مجتمع الكنيسة مجتمع الشبيبة الشبيبة يعني هي فئة عمرية من الاثنعشر سنة لفوق للعشرينات فاتت لقيت شباب وبنات قاعدين مع بعض شباب وبنات بيمزحوا مع بعض شباب وبنات بيسمعوا مع بعض فطبعا هي صدمت مش بس انصدمت صارت بدا تحب فلان وبدا تحب فلان وإذا ما زبت معها فلان هيدا بتروح على فلان التاني وكل يوم عندها مشكلة مع حدا لدرجة أنه هاي البنت عانت 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 والشباب نفسهم عانوا انه نحن مش عارفين كدنا نتصرف معها ومش بس هيك ومش بس هيك صارت صارت تفتعل انه هي انه هي مريضة وصارت تفتعل انه هي لا تلفت الانتباه هاي مشكلة ايه لانه شفتوا الاهل يعني اللي ما بيفرجوا لديهم كل الحرية بيروح يدوروا علي برا بدوروا علي برا ولما لقيتها بنت ضحية ضحية مجتمع يعني مجتمع مسكر على بعضه وراحت على مجتمع احنا يعني فهمناها انه هيدا الخي اللي حدك هيدا خيك هيدا خيك يعني بس هي ما بتعرف هيك لانه هي معلمة انه الرجل او زوج او اخي حقيقي بيتربع يعني بعطيه اوامر شمارة لازم نحكي اكتر وكمان تقليلنا المواصفات اللبناني قدية عنده مشاكل لانه كمان ابن حرب ولا لا انبلا بس ايه وفي عنده ربيت عنده عقد الحرب الحرب الانفجار انفجار المرفق انفجار المرفق انا بكل كل انا صار عندي مشكلة تمثيل تخيلي بانفجار المرفق مسلا صار بعرف كتير ناس انا منهم مسلا كتير بنام بالسالون او ماي جاد تعريق جينيور ما بينام بينام على الفتاة او على الارض ما بينام تاكن هاي شي مرة بنحكي عنا نايم لانه فتنا يا حياتي نام يقبر على الارض او ماي جاد بس حاسس بالامان معناتك لأ ولو ما تحكي هيك ليش جاد لأ ما خلق اي حياتي تقبرني انت امت على الصريع ليش امت لا شي مرة او كتير جينيور لانه نام بطري انام على الارض رح نحكي عنها لانه انا ضلات اه من الفان وخمسة يعني بعد الحرب وبعد انفجار اربعة او بعد لأ بعد انفجار الحريري حريري وصورتي وجدتين نياه على المكتب انا هيدول عندي هيدول لحالهم تراوما انا عندي ايها اي وانا كلنا تراوما قولها 2011 وانا ما بنام على بنام على الفتاة مش طرورة على البيت ما بنام على الفتاة ما بنام بمحل يعني امن على طول وكأنه شي مرة بنحكي بهذا الموضوع بذكرونا نحكي في كتير مهم لاي من نام على الفتاة لاي من نام على الارض لاي من نام حد الباب هادي اش هتصير معنا صح يعني هيدا المجتمع كمان في جزء من المجتمع العربي مصابي اللي بيشوف هلأ شو عم بيصير بفلسطين محتلة